موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث وقع وزير كهرباء والطاقة والبرنامج السعودي اتفاقية منحات المشتقات النفطية السعودية المدفوعة بقيمة 200 مليون دولار أمريكية لتوفير إجمال كميات 250 ألف طن متري من المشتقات لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية والتي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات التيار الكهربائي في المؤسسات الحكومية وتأتي المنحة للمنح السابقة بإجمالية 4 مليارات ومئتي مليون دولار والتي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال أجراء توريدها على مدعا من كامل سامت في الاستقلال الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة ورفع قوى الشراء لمواطن المنية وتحسين الأوضاع الأمنية وقطاع الخدمات افتتح واجر النقل مبنى ديوان زالة النقل الجديدة الكائن بمديرة التواهب العاصمة المؤقتة عدن عقب إعادة تأهيله وترميمه وتحديثه ويتكون المبنى من طابقين يضم 37 مكتبا وقاعد اجتماعات ومرافق أخرى بتكلفة قدرت بأكثر من 450 مليون ريال يمنية بتمويل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماع تحديث التعرفة الجمركية العربية والاجتماع الخامس والأربعين للجنة التعرفة الجمركية في العاصمة المصرية القاهرة وناقش الاجتماع تحديث التعرفة الجمركية العربية التحديثات الجديدة وفقا لتعديلات النظام المنسقي التابع لمنظمة الجمارك العربية للعام الجاري 2022 والوقوف أمام الأصناف الممنوعة والمقيدة وأتمادات آلية لإدراج البند المحلية في التعرفة الجمركية العربية الموحدة والتزام الصحة الجمارك اليمنية بها وأخيرا أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق أكبر احتياطين في تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار وقال مصدر في البنك أن العملة العراقية قوية جدا لأن الاحتياطات تشكل 130% من مصدر التدو من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها إضافة إلى وظيفتها لتلبية متضلبات التجاري لاستيراد السلع اشتركوا في القناة